بعد نهاية المباريات كانوا أو نهاية البطولة الأفريقية للنادي الأهلي عندك الخمس لعبين اللي كانوا بيلعبوا النهاردة في التشكيلة الرئيسية كان عندهم إجهات كبير جداً ليه؟ علشان كانت كل ثلاث يام مباراة وأحياناً كل يومين مباراة وإحنا كنا بنتكلم دايماً على هذا الأمر إن إحنا آه طبعاً عايزين نكسب الدولي وعايزين في ساعتها يعني النادي الأهلي ولكن كنا دايماً بنقول يا جماعة بصوا على المنتخب المنتخب اللعيبة هتخلص ممتشاتها يوم ستة وعشرين ولا سبعة وعشرين وتاخد مش هتلحق تاخد أجازة وتروح تلعب يوم واحد وتلعب يوم خمسة تلعب يوم خمسة في الجابون يعني اللعيبة النهاردة هيريحوا أعتقد بكرة الصبح مسافرين هقول لحضراتكم من خلال الأخبار اللي عندنا فعشان كده يعني هسافروا يوم الجمعة إن شاء الله أعتقد إن هي مباراة صعبة جداً 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 مباراة الجابون القادمة خصوصاً بعد المستوى المتوسط اللي إحنا شفناه النهاردة واللي تفرق على مباراة ليبيا والجابون لأ منتخبين كويسين عندهم قدرة إن هم يلعبوا على كرة على الأرض وليبيا منتخب جيد الجابون منتخب جيد بيلعبوا كرة بشكل جيد جداً على الأرض أنا كنت فبالتالي لا منتخب ليبيا منتخب جيد حيتعبنا لو فضلنا بهذا المستوى بهذا الشكل منتخب الجابون هيتعبنا لو فضلنا بهذا المستوى بهذا الشكل ممكن تكون المباراة الأولى لسه مفيش تجانس ملحقش يلعب مطشاط ودية اللاعبين ملحقوش يلعبوا مطشاط ودية ولكن هو كابتن حسام اعتمد زي ما قلت لكم على خمس لعبين من النادي الأهلي محمد الشنوي حسين الشحات سلية محمد شريف محمد شريف ومجدي أفش خمس لعبين من النادي الأهلي ونحية تانية من الزمالك الوينش وأحمد أبو الفتوح وطرق حامد وأحمد سيد زيزو هذه خمسة واربعة وباهر باك رايت من الإسماعيلي وأحمد حجازي من اتحاد جدا نتمنى نحن محمد صلاح بيتقال ان هو ممكن يلحق المباراة القادمة مش عارفين محمد صلاح وانني هل ممكن يبقى ليهم دور لكن احنا طبعا عايزين نشوف محمد صلاح وانني ولكن وجود محمد صلاح هيفرق كتير جدا جدا في المباراة القادمة بياخد حتى عينين الناس يعني الناس كلها بتروح على محمد صلاح وبتشوف محمد صلاح أو بتبص على محمد صلاح في كرة واحدة ممكن يخلص لك المباراة لان مثل هذه المباراة هي مباراة صعبة وانا وجهة نظري ان مباراة الجابون هي مفتاح ان شاء الله التأهل الى الدور الاقصائي بعد كده ان شاء الله ربنا يكرمنا بس نتأهل كأول عن هذه المجموعة اللي انا شايفها مجموعة ليست بالمجموعة السهلة ليست بالمجموعة السهلة وبالتالي هي مباراة النهاردة هنتكلم فيها كتير جدا جدا مع نجومنا الكبار اللي هيكونوا موجودين معانا ان شاء الله النهاردة